الفيديو الذي سأعرضه عليكم خطير جداً أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيه هذا الفيديو مأخوذ من برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائي استضافة للدكتور أحمد الشريفي والذي تربطه علاقة وثيقة بمرجعية السيستاني هذا البرنامج تأريخه متى 5-1-2022 في هذه الأيام بالضبط في اليوم الذي يسبق اليوم الذي يسمى في العراق بعيد الجيش السادس من كانون الثاني 5-1-2022 برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائية لقاء مع الدكتور أحمد الشريفي يتحدث في هذا اللقاء عن أن السيستاني كان وراء التحاق الضباط البعثيين بل التحاق في دائي صدام بالجيش أنا أسأل أسيستاني أليس هذا مخالفا للدستور ولكن أي دستور أي دستور أي قنادر المادة السابعة من المبادئ الأساسية والمباني الأساسية للدستور العراقي المادة السابعة بشكل صريح وواضح تمنع أي وجود لحزب البعث ولرموزه هذه هي المادة السابعة أقرأها عليكم مثل ما جاءت في نص الدستور العراقي المزور الذي زوره السيستاني وزوره قادة الكتل بإذن من السيستاني وبعد ذلك أصدر فتواه للشيعة أن يصوته بنعم ثم عقد صفقة مع عمر موسى على أن يلقي بالعراق في أحضان السعوديين في أحضان الوهابيين وفي الوقت نفسه كان يمنع الشيعة من أن يقفوا بوجه الإرهابيين العرب وأن يدافعوا عن أنفسهم المادة السابعة من المبادئ الأساسية للدستور الجزء الأول من المادة السابعة يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفية أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون وقد أصدر البرلمان قانونا في حضر حزب البعث العربي الاشتراكي وهذه حكاية معروفة في الوسط العراقي في الوسط السياسي العراقي وحتى في الوسط غير السياسي العراقي السيستاني هو الذي أعاد كبار البعثيين وكبار قادتي في داعي صدام إلى الجيش ما أنا الذي أقول هذا شخص من أجوائهم وهذا الكلام عبر القنوات الفضائية لو لم يكن حقيقيا لكذبوه رجاء أعرض لنا الفيديو لا أنا المرجعية لازلت مندك جدا والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا لكن أنا أشكلت على الأداء السياسي بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط ومحمد عبدالله الشهواني يسمعني كنت أروح لمحمد عبدالله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة والآن لضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني ما أذكر أسمعهم عبدناهم عن طريق محمد عبدالله الشهواني رجع وبالمناسبة عن طريق محمد عبدالله الشهواني بمباركة المرجعية قال ترجعهم قال هذا خطأ شايف يسوون الأمريكان هذا رأي المرجعية السيد السثاني قال شايف يسوون الأمريكان شو نحلون الجيش شو كان معارض وقسمن بالله كان معارض جدا وأعطانا الضوء الأخضر بالتحرك وبيمرون أنه رجعوا الضباط والآن منهم منهم كانوا في دعيو الصدام يعني مو فقط مشهول بالاجتثاث وإنما يعتبروا من الأجهزة القمعية تبكرنا رحمة مرجعية لنا هذا المزاج في تقوية الجيش إلى الآن اللي ديدق على يعني إعادة هيبة الجيش العراق المرجعية وأني ليش مطمئن طيب أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قال هما يأمون بشرف العسكرية رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من هذه الحقائق لا لا أنا وإي المرجعية لازلت مندق جدا والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا لكن هؤاني أشكلت على الأداء السياسي بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط ومحمد عبدالله الشهواني يسمعني كنت أروح لمحمد عبدالله الشهواني يقول لدينا ضباط ذول رفاق حزبيين درجات عالية دايخشون يرجعون خشة من بدر لأنه كانت تقريبا بدرة تسيطر على عودة الضباط خشة تنمدر رحنا لمحمد عبدالله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة والآن لضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني ما أذكر أسمعهم عودناهم عن طريق محمد عبدالله الشهواني وبالمناسبة عن طريق محمد عبدالله الشهواني بمباركة المرجعية قال ترجعون قال هذا خطأ جدي يسوون الأمريكان هذا رأيي المرجعية السيد الثاني قال شذي يسوون الأمريكان شو نحلون الجيش شو كان معارض وقسم بالله كان معارض جدا وعطان الضوء الأخضر بالتحرك بمرونة أن نرجع الضباط والآن منهم كانوا في دعيو صدام يعني مو فقط مشهول بالاجتثاث وإنما يعتبرون من الأجهزة القمعية تبكر نحن مرجعية لنا هذا المزاج في تقوية الجيش إلى الآن اللي ديدق على يعني إعادة هيبة الجيش العراق المرجعية وآني ليش مطمئن أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بوقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قال هما يمون بشرف العسكرية أدري هو سيستاني شو ما عرف بشرف العسكرية شنه حلاقته بشرف العسكرية الشهوان الذي يتحدث عنه هو مدير المخابرات على طريقة المخاتلة السيستانية عبر المخابرات أرجع السيستانيون البعثيين الكبار وأرجع فدائي صدام لا حبا بالبعثيين كي يقفوا بوجه الإيرانيين مخطط لا علاقة له لا بالعراق ومصالح العراق ولا بالشيعة ومصالح الشيعة القضية شخصية لأن إيران تريد أن تهيمن على الأوضاع في النجف لأن إيران تريد أن تسيطر على المرجعية القادمة بعد موت السيستاني والسيستاني يعرف هذا السيستاني لم يفكر قط في مصلحة العراق ولا في مصلحة العراقيين ولا في مصلحة الشيعة ولا في مصلحة التشيع ولا علاقة له بالدين أصلا يقولون عنه نائب صاحب الزمان فهل صحب الزمان يريد من نائبه أن يعمل بهذه الطريقة أن يرجع البعثيين وأن يرجع فدائي صدام يسلط على الجيش العراقي ويصبح قادة فيه صحب الزمان يريد هذا هذا أدل دليل على أن السيستانية كذاب دجال لا علاقة له بصاحب الزمان هل صاحب الزمان يريد من نائبه أن يختلي بعمر موسى ويقول له لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وخذوه إليكم ألقوا بالعراق في أحضان الوهابيين وهذا هو الذي حدث البرنامج الذي يجري الآن هو استمرار للمخطط الذي خططه السيستاني منذ سنة 2005 هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وأنتم مضحكة مسخرة يا شيعة العراق السيستاني السيستاني يريد إعادة الهيبة للجيش العراقي السيستاني لم يصب بضرر من الجيش العراقي السيستاني كان على علاقة متينة بالبعثيين لا يضحكون عليكم محاولة الاغتيال كانت كاذبة لماذا لم يقتل هو أو يقتل أحد من أولاده لماذا قتل حارسه فقط لماذا لم يكرر البعثيون العملية لماذا قتلوا محمد الصدر وأولاده لماذا قتل البروجردي ولماذا قتل الغروي لماذا نجى السيستاني من القتل هذه أكذوبة عملية الاغتيال كانت لأجل أن يرتبط الشيعة بالسيستان لأن الشيعة حينما يجدون المرجع مهددا من الحكومة يرتبطون به يثقون به من هنا فإن السيستانيين كانوا ولا زالوا يقولون عن محمد الصدر من أنه كان بعثيا لأجل أن يفرق الناس عنه هذه حكايات معروفة من حكايات أكاذيب المراجع وافتراءاتهم وادعاءاتهم وتسقيط بعضهم للبعض أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع السيستاني لا يعرف ماذا فعل الجيش العراقي بالعراقيين عموما خصوصا بالأكراد والشيعة منذ أن تأسس هذا الجيش الجيش العراقي جيش مجرم جيش مجرم بتمام معنى هذه الكلمة منذ أن تأسس في سنة 1921 وجيش فهشل لم ينتصر في معركة خارجية أبدا كبقية الجيوش العربية اشترك في حرب 1948 وفشلت الجيوش العربية جميعا ومن ضمنها الجيش العراقي فشلوا جميعا في حرب 1948 مع إسرائيل وفشلت الجيوش العربية في سنة 1967 والجيش العراقي اشترك في هذه الحرب أيضا ورجع فاشلا وفشلت الجيوش العربية في حرب 1973 لا يضحكون عليكم من أن المصريين انتصروا في 1973 المنتصر هم الإسرائيليون والدليل على الأرض الدولة الأقوى في المنطقة إسرائيل الأقوى علمية الأقوى اقتصادية الأقوى سياسية الأقوى عسكرية الدولة التي الجميع يخطبون ودها الجميع يتهافتون عليها إن كان ذلك بالسر أو بالعلن المنتصر دولة إسرائيل والعرب فاشلون والعرب خاسرون الجيش العراقي جيش فهشل منهزم كبقية الجيوش العربية 1948 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب 1967 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب 1973 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب في حربه مع إيران إيران كبدت العراق الكثير من الخسائر صحيح أن الحرب العراقية الإيرانية حين انتهت لم تنتهي بمنتصر لم ينتصر الإيرانيون ولم ينتصر العراقيون الإيرانيون طبلوا إعلاميا وقالوا نحن منتصرون والعراقيون طبلوا إعلاميا وقالوا نحن منتصرون لم ينتصر أحد في نهاية الحرب لماذا؟ لأن الأمريكان أرادوا ذلك ما أرادوا لطرف أن ينتصر حتى يتسيد في المنطقة ولذا فإن الأمريكان خططوا لهذا الأمر منذ السنة الرابعة من ابتداء الحرب العراقية الإيرانية لو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالوثائق والحقائق أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع وإنما جاء الكلام عرضا واستطرادا الحرب العراقية الإيرانية لم تنتهي بانتصار لأي طرف من الأطراف ليس هناك من انتصار بالضربة القاضية لكن إذا أردنا أن نشخص الانتصار وفقا للنقاط مثل ما يجري في الملاكمة الانتصار في الملاكمة تارة يكون بالضربة القاضية وأخرى بحساب النقاط فلم يكن هناك من انتصار في الحرب العراقية الإيرانية بالضربة القاضية لأي طرف من الطرفين لكننا إذا أردنا أن نحسب ذلك بالنقاط فإن إيران هي التي انتصرت فقد كبدت العراق الخسائر الكثيرة في جهة القتلى في جهة الجرحة في جهة الأسرة في كل شيء وآخر شيء أخرجت العراق من الأراضي الإيرانية وهي احتلت الأراضي العراقية ودخلت إلى الفاو وإلى مناطق أخرى أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الحرب العراقية الإيرانية الخلاصة الجيش العراقي كان جيشا فاشلا خاسرا في الحرب العراقية الإيرانية وأما حينما ذهب إلى الكويت وفعل ما فعل من الجرائم الكثيرة في الكويت خرج مهزوما بعد ذلك إلى أن جاء الأمريكا ودمروا الجيش العراقي سنة 2003 ذكروني بواقعة واحدة للجيش العراقي انتصر فيها في معركة مع قوة خارجية متى في أي مكان والله لا وجود لأي انتصار في تأريخ هذا الجيش الفاشل المجرم هذا الجيش تأريخه إجرام وجرائم منذ بداية تأسيسه الذين لا يعرفون تأريخ الجيش العراقي في الثلاثينات في بداية الثلاثينات بقيادة بكر صدقي من قادة الجيش العراقي آنذاك قاد جيش العراق إلى مذبحة الآشوريين هناك مذبحة في تأريخ العراق سطرها هذا الجيش المجرم ذبح العراقيين الآشوريين مذبحة معروفة في التأريخ لقد ذبحهم وهتك أعراضهم ومذبحة للأكراد في ذلك التأريخ في الثلاثينات ومذبحة للشيعة في الفرات الأوسط بقيادة بكر صدقي أنتم لا تعرفون التأريخ والسيستاني لا يعرف تأريخ العراق ولا يعرف تأريخ الجيش العراقي هذه المذابح كانت منذ بداية تأسيس الجيش العراقي الجيش العراقي ذبح العراقيين ذبح العراقيين في الأهوار ماذا فعل بالعراقيين ضرب الأهوار بالكيمياوي ضرب العراقيين بالكيمياوي في الجنوب وضرب الأكرادة في حلبت وغيرها بالكيمياوي هم عراقيون جرائم الأنفال مع الأكراد الجيش العراقي هو الذي قطع الطريق على المواكب الحسينية في خان النص سنة 1977 الجيش العراقي هو الذي أحرق ما أحرق من القرى والمدن الشيعية في بعقوبة وفي غير بعقوبة الجيش العراقي هو الذي ذبح الشيعة في الانتفاضة الشعبانية ودمر المدن المقدسة جرائم الجيش العراقي لا تعد ولا تحصى لا توجد منقبة واحدة في تأريخ هذا الجيش المجرم أفضل عمل قام به الأمريكان أن حلوا هذا الجيش المجرم لكن هذا الشيطان السيستاني هو الذي يريد إعادته ما أنا قلت لكم كل مشاكلنا من زقاق إبليس الأبالسة هذا في النجاف وأنتم يا شيعة العراق ثولان 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 وحمير بتمام معنى هذه الكلمات هو لا يعبأ بالجيش العراقي هو يريد أن يؤسس جيشا بعثيا للوقوف في وجه إيران هذا هو الذي يريده لا يريد شيئا آخر وهو لا يعبأ بتدخل إيران في العراق في الجانب السياسي أو الاقتصادي همه الأول والأخير أن لا يتمكن من مرجعية النجف من بعده وإنما أن تستمر المرجعية عبر ولده محمد رضا هؤلاء عقولهم صغيرة هؤلاء لا يفقهون هذا هو واقع مرجعية السيستاني وكل البلاء الذي يجري على شيعة العراق بسبب هذه المخططات التافهة الفاشلة البائسة هذا الوجود البتري إذا استمر إلى ظهور صاحب العمر فإنه سيستمر بنفس هذه الوتيرة ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون عن هذه الحقائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر